مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب في هذه الحلقة الحدث الإيجابي لغاية تكلموا عليه هو المستوى اللي بلغو التعاون الأمني القائم بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية مستوى متقدم تحديدا في مجال مكافحة تهديدات الإرهابية وهذا الأسبوع عرف حدث جد مهم في إطار التعاون الأمني بين واشنطن والرباط كيتمثل في زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي للمملكة واستقباله من طرف المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي زيارة وعدة ثانية في إطار برنامج عمل مشترك بين الطرفين بعد الزيارة كان قام بها حموشي الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو 2022 والتقى خلالها مسؤولين أمنيين أمريكيين كبار ومباحثات الرباط اليوم لها أهميتها لأنه تم خلالها التداول بشأن آليات تصدي للتنظيمات الإرهابية وتوسيع نطاق التعاون الأمني ليشمل منطقة الساحل الأمر الذي يبرز الضوء الكبير الذي يطالع به بلادنا في تحقيق الاستقرار ومواجهة التهديدات لمطروحة عالميا بناء على خبرة وكفاءة عالية في المجال الأمني مشهود بها إقليميا وقاريا ودوليا أما الفلوب فهو الهزة المتتالية التي يعرفها العالم بعد زلزال تركيا العنيف في السادس من شهر فبراير الحالي اللي خلف ضحايا كتر وخسائر مادية جسيمة وتتواصل جهود مساعدة المتضررين منه سجلت هزة أرضية بعدد من مناطق العالم هزة أرضية أولى ثلاثة هزتين أرضيتين بقوة 3.6 درجات على سلم رشتر في لبنان ثم هزت أرضية بتركيا فهزة أرضية أخرى في طاجكستان وزلزال قوي في الصين تحركات أرضية قوية هزت قلوب الملايين عبر العالم مثلما هزت الأرض من تحت أقدامهم تقابلها دعوات للحضر خصوصا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت بللي كافة دول العالم تواجه خطر حدود هزات أرضية وأن دولا عن غيرها معنية أكثر بمخاطر الزلازل حلقة ننتهج شكرا على المتابعة وإلى الملتقى